عايزة أبدأ معك بالمصائل الاتصالات بالتجربة بتاعت المصائل الاتصالات قبل ما نخش في أمور الكرة بتاعتنا في الدولة الممتاز التجربة بتاعت المصائل الاتصالات شايفة إزاي منذ ما توليت المهمة هل ممكن نرجع نشوف تاني المصائل الاتصالات مرة أخرى في الدولة الممتاز السنة دي عامل إيه المصائل الاتصالات عارف النتائجه وإزاي السنة اللي فاتت يعني يعني أنا بالنسبة لي شايفة تجربة مفيدة يعني الواحد يمكنها من ساعة مرجعت من السعودية ما حصلش يعني ان انا مسكت فريق اول غير يمكن هي كانت تجربة كده مع منتخب السويس يمكن برضو ما استمرتش فترة طويلة كانت لمدت تقريبا شهرين كده حصل يعني مجلس ادارة جديد جي مع الناس بتوعهم يعني لغبطة كده انا مش عايز اتكلم فيها يعني وبعد الفترة دي كان ليا فترة حوالي سنتين ونص او مع القطع الشباب في النادي الاهلي لما حصلوا مفاوضات وحصل اتصال يعني كلمت كابتن محمود الخطيب وهو تفاهم يعني الموقف وسمح لي ان انا يعني ان انا اخوض التجربة وهو يعني يعني انا شايف ان هو اي حد بيجي له اي فرصة بيساعده يعني ما بيقفش في طريقه يعني فانا يعني من خلال طبعا البرنامج بتاعك برضو بشكره يعني يمكن انا مسكت برضو الفرقة في ظروف كانت صعبة شوية النتائج برضو ما كانتش مزبطة موقف برضو فريق في الجدول مش مش كويس بتمنى يعني الفترة اللي جاية ان شاء الله نحنا يعني نقدر نتقدم خطوات بحيث ان احنا نلعب الدور التاني بعصاب هادية شوية ما تبقاش انت مضغوط ان انت عايز تحقق نتائج علشان تفضل في الدوري حتة بقى انه يرجع الدوري الممتاز ويكون موجود يعني انا شايف الامكانيات اللي موجودة في النادي والافكار اللي موجودة في النادي اه تسمح له بس اكيد مش هتبقى السنادي يعني يعني ان شاء الله اتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية ان الوضع يبقى افضل وان احنا نقدر نشوف ان شاء الله المصير يتصل انت وطري